ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شوف احنا قاعدين نحاول نرفع عدد المؤهلين في هالمجال من 90 الى 21 الف شخص وهذا الشي بطبيعة الحال رح يرفع عدد مراكز الارشاد ووحدات الحماية الاجتماعية الى 200 بحلول عام 2020 ميلادي ورفع نسبة الوعي بنظام العنف الاسري وآليات الابلاغ الى 48 بالمئة تاهمت يا زبت الله يدفع البل بس خالد شوف الاسرة هي اساس المجتمع يعني لو تأثرت الاثر رح يوصل لمجتمع كله تقريبا زي حجار الضامنة اذا حصل واحد منهم وطاح سقط كل الحجار ايه فاهمتك فاهمتك عاسى ماشر لابد بس اشتقت لاموي وبوي والسوني لا لا روق روق يدرون انك هنا وعارفين ولا وقالوا بعد خلوا عندكم افا من جدك ابلها خلاص امزح معك هم قالوا والله يوفقيا بس تراحرك شوي يلا انا اذنك نشوفك على خير الله نداري نكتمزح يلا على خير موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة